بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الدروس الألكترونية لمدارس السندباد الأهلية محاضرة من هذا اليوم هي الكيمياء العضوية للصف الرابع الإعدادي وكنا نتحدث عن الألكينات وتسمية الألكينات والخواص الفيزيائي للألكينات وصلنا في هذه المحاضرة إلى الكواشف الباحثة عن الألكترونات والكواشف الباحثة عن النواة وأنها تدعى الدقائق أو الذرات أو الجزئيات التي تستطيع استيعاب زوج واحد من الألكترونات أي أنها تمتلك أوربيتال فارغ بالكواشف الباحثة عن الألكترونات وتسمى بالألكتروفيل أو هي حوامض لويس يعني الذرة التي تحتوى على أوربيتال فارغ تكون حامض لويس أما الدقائق يعني الذرات أو الجزئيات أو الأيونات التي تستطيع هبت زوج واحد زوج من الألكترونات والمشاركة فيها فتعرف بالكواشف الباحثة عن النواة يعني بها زوج ألكتروني غير مشترك فتشترك مع ذرة أخرى فتكون هذه باحثة عن النواة وتسمى بالنيكلوفيل واللاحظة هنا وهي قواعد لويس هذه الجدول الكواشف الباحثة عن الألكترونات وهنا الكواشف الباحثة عن النواة هذا الكتروفيل وهذا نيكلوفيل هذه قواعد حوامض لويس قلنا الباحثة عن الألكترون حوامض لويس والباحثة عن النواة هي قواعد لويس هنا ناخد مثل آيون الهادرونيوم الموجب يكون كاشف باحثة عن الألكترون يعني الكتروفيل ويكون حامض لويس آيون الكاربونيوم دائما يكون حامض لويس هذا سي ناتلث أواصر وهذه الشحنة الموجة فلوريد البورون مجموعة الكاربونية المستقطبة كلوريد الألمنيوم هاي كلها كواشف باحثة عن الألكترونات حوامض لويس أما الكواشف الباحثة عن النوات اللي هي آيون الهيدريد السالب آيون الهلوجينات كلية آيون الفلور آيون اليود آيون الكلور آيون البروم آيون الهيدروكسيد آيون الكاربونيون السالب الآصرة المزدوجة الآصرة الثلاثية والألمنيوم أما نجحن هنا استقرارية آيون الكاربونيوم الموجب آيون الكاربونيوم الموجب يكون أكثر استقرارا كلما زادت عدد المجاميع الدافعة للألكترونات المرتبطة بذرة الكاربون الموجبة حيث يعتبر أيون الكاربونيوم الثلاثي أكثر واستقرار هذا أيون الكاربونيوم كلما هاي المجامع الدافعة الار هاي المجامع الألكيلية كلما تحل المجموعة محذرة الهايدروجي رح تنطي لأيون الكاربونيوم أكثر استقرارا فنلاحظ هنا هذا هذا أولي لأنه مجموعة وحدة به وهذا ثاني ومجموعتين دافعة وهذه ثلاثة ثلاثة فمجموعة تثمجها هذا الأكثر استقرار إذن الثلاثة أكثر استقرار من الثانة والثانة وأكثر من الأولي والأولي أكثر استقرار من آيون الكاربونيوم نفسه ن clouds here الخواص الكيميائي للألكينات الخواص الكيميائي للألكينات هنا الخواص الكيميائية للكينات هي خواص الآصرة المزدوجة يعني المجموعة الفعالة التي تعزها إليها التفاعلات الكيميائية هي الآصرة المزدوجة يعني التفاعل يتم حول ذرتين الكاربون اللي بيناتهم آصرة مزدوجة وهنا حتى هنا التفاعل العام هنا نتميل الكينات لإشباع الآصرة المزدوجة للوصول إلى حالة أكثر استقرارا وهي حالة المركبات المشبعة يعني حتى الألكانات ذو الآسرة التساهمية المفردة إذن هذه هنا قانون الإضافة من النظيف ستتحول من آسرة مزدوجة إلى آسرة مفردة ولكن نأتي هنا لدينا عدة تفاعلات تفاعلات إضافة وتفاعلات أكسدة وأحتراق وهذه أول تفاعل اللي رح نأخذه هو تفاعل الإضافة قبل ما نتطرق لازم نحفظ القاعدة قاعدة الإضافة الماركو في نكوف هنا شو يقول هنا وفق هذه القاعدة يضاف الأيون الموجب أولا إلى ذرة الكاربون المرتبطة بالآسرة المزدوجة والحاوية على أكبر عدد من ذرات الهايدروجين لتكوين هذه ذرة الكاربون الأولى تحتوي على ذرة هيدروجين ذرة الكاربون الثانية تحتيوي على ذرة واحدة هيدروجين إذا هذا رح تأخذ الأيون الموجب وهناه يصير الايون السالب الميكانيكية ما للتفاعل هذه ذرة الكاربون الأولى التي تكون غنية بالهايدروجين نطلق قسم غنية بالهايدروجين تحتوي على عدد أكثر من الهايدروجين ستأخذ الايون الموجب سيظهرنا الإشارة السالبة على ذرة الكاربون الثانية وتختفي الآصرة المزدوجة تصير الآصرة مفردة إذن سيتحولنا إلى الايون الكاربونيوم ومن ثم الايون السالب يهاجم الايون الكاربونيوم ويحل محل الشحن الموجب في هذا أوربيتال فارغ فهناه يصير هنا بهالترتيب هذا الشكل الإضافة نأخذ أمثلة على تفاعلات الإضافة إضافة جزائية الهايدروجين نسميها الهدرجة الهدرجة هنا تتشبع الألكينات بتفاعلاتها مع الهايدروجين بوجود عامل مساعد كالبلاتين أو البلادونيوم أو النيكل بوجود الحرارة والضغط وحسب التفاعل عدنا هذا التفاعل من راح نضيف للهايدروجين الهدرجة بوجود البلاتين العامل المناسب واكو مذيب مناسب هنا ما راح يصير الهايدروجين اتش اصر اتش اول وحدة موجبة والثانية تكون سالبة فالموجب يأخذ يدخل أول مرة يكوننا يون الكاربونيوم وبعدين يكوننا وهذا هو تفاعل طريقة صناعية لتحضير هذه طريقة صناعية لتحضير الألكانات وهدرجة الزيوت نريد نحضر الألكانات من الألكينات الألكانات العاصرة المفردة من الألكينات نضيف الهايدروجين نضيف عملية الهدرجة وشكرا